موسيقى ناخد كده مين يلا عمق التطبيب بشكل المقابل إذا كان الزمن الذي يسترقه البندول يتحرك من باق إلى آلف من بهل آلف يعني من بهل آلف على الرسمة دي كم ساعة ساعة واحدة عمال تالي لازم إن أتظبط نفسك بقى اللي هو مين بقى وعك تنسى إن الزمن الدوري هو زمن أربع ساعات لازم كده يبقى الزمن الدوري زمن كم ساعة أربع ساعة طب حلم يبقى الزمن الدوري لازم كم ساعة أربع ساعة طيب يبقى زمن السعة الوحدة أهو أجد إيه من الزمن ربع يبقى ربع زمن داول طب الجسد لو عمل ساعتين يبقى زمن الساعتين بيسوي نص زمن دور طب لو عمل ثلاث ساعات ثلاث تربع زمن دوري طب لو عمل أربع ساعات يدي زمن دوري يبقى لازم الزمن الدوري شرطه هو زمن كم ساعة أربع ساعات طب لو عمل ساعة واحدة بس كده عمل ربع زمن دوري طب عمل ساعتين نص زمن دوري طب عمل تلاتة تلاتة اربع زمن دوري طب عمل اربعة شكرا قفلت الزمن الدوري بتاعك أرجع باللي المسألة بتاعتي هو الجزء لما تحرك من البل الآلف عمل ساعة زمن الساعة دي كام؟ واحد من عشرة ثانية إيه بها الجزء زمن دوري؟ ولا ده زمن ساعة كاملة؟ ده زمن ساعة واحدة أروح جاي زمن الساعة الوحدة بيساوي واحد من عشرة يبقى الزمن الدوري اللي هو زمن أربع ساعات أضرب أربعة في كام؟ في الرقم ده هيدي كام؟ هيدي عام أربعة من عشرة ثانية ده فعلا زمن الإيه؟ ده زمن الاهتزازة الكاملة يبقى زمن إيه؟ زمن دوري يبقى الزمن الدوري شرطة كوة زمن مين؟ أربع ساعات هنا أدك زمن الإيه؟ الساعة الوحدة أضرب رقم ده فأربعة جبت الزمن الدوري جبت الزمن الدوري توقمه مين؟ آه التردد وكلما تحوش هندسة هتعرف إن الاتنين دول توقمه جبت الزمن الدوري أجل جيب التردد تردد بيساوي مين؟ واحد على تيه واحد على الزمن الدوري يبقى التردد بتاعك هوت؟ واحد على الزمن الدوري فأسمنا واحد على كام؟ على أربعة من عشرة إده كام؟ إده اتنين ونص هدس إيه بتردد كام؟ اتنين ونص هدس ممتاز عايز عدد الاهتزازات التي يصنعها البندوخة عشر ثواني خد المثلث ده مين نهديه؟ رعا المثلث كده أهو هو عايز عدد ومدي لك زمن وعاك تنسى إن الزمن الدوري بيساوي عدد الاهتزازات تمام؟ أو علاقة بين الزمن الكل وعدد الاهتزازات الزمن الدوري هنا فوق هحط مين؟ الزمن الكل أهو وتحت هنا هحط عدد الاهتزازات تمام؟ إنتهي أنا عايز مين؟ عايز العدد الزمن الكل كم ثانية في المسألة عشر ثواني؟ شكرا طيب عشر ثواني وراح هو مدي لك الزمن الدوري بالمسألة جبتوا أنت بكم الزمن الدوري؟ طلعت بأربعة من عشر اهو يبقى إذاً هنا؟ اروح جاي على طول هأسم الزمن الكل اللي هو عشر ثواني على زمن الدورة الكاملة اللي هو كام؟ أربعة من عشر فإذا يجيبها عدد الاهتزازات يبقى العدد عبارة عن إيه؟ بأسم الزمن الكل على هم الزمن الدوري فيجيب لي مين؟ هم عدد الاهتزازات هيا أنا عوضت بيه أهو؟ طلعت كام؟ طلعت خمسة وعشرين اهتزازات يبقى أنت تبشي مع المسألة بتاعتك خطو خطو إداك زمن الساعة الواحدة؟ شكراً لربطه في أربعة جهة للزمن الدوري التردد واحد على الزمن الدوري عايز العدد؟ روح بقى المين؟ للمثلث اللي هو لك المثلث السحر ده؟ ها الزمن الدوري بيساوي إيه؟ يساوي الزمن الكل على العدد اللي فات يبقى عدد الهتزازات بيساوي إيه؟ بيساوي الزمن الكل على الزمن إيه؟ الدورة الواحدة الزمن الكل يدينك عشر ثواني إيه؟ اسم عشر على أربعة من عشرة الليل العدد الكل يطلقها كامل خمسة وعشرين شكراً التطبيق التاني بسرعة إذا كان الزمن الذي يستطرخه الجسم المهتز في عام الدوري كاملة هو واحد من عشرة ثانية ركز كده؟ ده إيه ده؟ ده ده زمن الاهتزاز الكاملة زمن دوري هو قال لك هنا زمن ساعة واحدة؟ ولا زمن اهتزاز كاملة؟ لأ كاملة زمن دوري فإذا كان عدد الهتزاز الكاملة خلاص فإن عدد الهتزاز الكاملة على الزمن الجسم خلاله مئة ثانية ده زمن كل يا بيه؟ روح عطول المثلث بتاعك ده وعك تنسى ده وعك هنا الزمن الدوري فوق الزمن الكلي تحت عدد الهتزازات الهتزازات حلو ساعتك عايز تجيب ايه؟ الزمن الدوري او زمن الدورة الوحدة كان بالنسبة لك صح؟ واحد من عشرة سنة الزمن الكلي كان مئة سنة كده اقدر اجيب اهوت عدد مين الهتزازات هقسم الزمن الكلي الزمن الدورة الوحدة هيطلع الرقم بتاعك بالي ممتاز اذا كان الزمن الدوري لموجة الماء هو ربع سنة ده الزمن الدوري عايز التردد ما خلاص بقى التردد بيساوي واحد على الزمن الدوري خلاص نرى او صح؟ لا طب حل يبقى واحد على ربع مقام المقام يطلع بسط يده اربع اربع ايه؟ اربع هيرتز يبقى هتردد بيساوي كام؟ هم؟ التردد هنا بيساوي كام؟ خلصت يساوي اربع هيرتز يبقى اذا هتردد هيساوي كام؟ اربع هيرتز ممتاز كلام سهل بسرعة بقى كده ده عبارة عن مين؟ يعني بيحاول بقى بقدر الامكان يقولك خلي بالك بقى ما ديك نطلع سنة كمان اللي هو الزي قولك والعلماء مسلوا الحركة الاهتزازية على رسم بياني اه ده بينفع ماليه رسم البياني قدامك ده ده كده بالنسبة لك اسمع كلمتي ضرب نار الرسم البياني ده مكمل معاك لغاية نهاية الفصل الرابع كلتا سنوات رسم البياني ده لو مسلا 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 عندك بندول اهو بيتحرك اهو ايه عن الحركة اللي احنا كل شوية بنعملها ديت اهو ايه ودي بي ودي سي رايح جاي هنا بقى ايه؟ بدأت رايب حركته من عند موضع اتزانه اللي هو مين؟ البي صح ده لقى اهو عند موضع اتزانه اللي هو البي ده؟ كانت ازحته بسفر اه طبعا مو عند البي هنا هيكون الازاحة بكام؟ بسفر لسه ما تحركش خبطته من البي للسي عمل ايه؟ عمل سعة شوفتها الرسمة؟ اهو من البي للسي عمل سعة كده رجع من السي للبي اهدي كمان سعة يبقى دي واحد دي اتنين من البي للإيه؟ عمل سعة بس لاحظت عكس الاتجاه الاولاني مو هنا من البي للسي شو من البي لأي عكس اهو؟ طيب من ال ايه للبي اهدي السعة الرابعة كده كمل ايه؟ كمل اهتزازها كمل او دورة او موجة يبقى رسم اللي قدامك ده نجح في تمثيل حركة الجسم المهتز كل سعة بتمثل على رسم البيانة بالحتة دي من البي للسي سعة من السي للبي سعة من البي للايه سعة من الايه للبي خلاص دي ما كنت تقولك ايه؟ لو سمحت من الخط للقمة من القمة للخط من الخط للقاع من القاع للخط كل واحدة من دول اسمها سعة كل ما يعمل اربع ساعات خد لخط كده وقول لي كده هو كمل موجة كمل ها دورة كمل ايه؟ كمل يبقى ايه؟ من ربع زمن دوري طب لو مواصل للبي نص زمن دوري عشان عمل ساعتين طب بص كده وقول مواصل ايه؟ تلات اربع زمن دوري تلات ساعات طب وقول ما اقفل عند النقطة اللي في الاخر دي كمل زمن دوري كامل اربع ساعات يبقى الرسمة دي اه الايه؟ خش هندسة بتقول لك ايه؟ لكن الجراف ده الرسم البياني ده بيمثل حركة توفقية بسيطة هي الحركة اللي فيها الجسم بيكرر حركته على فترات زمنية متساوية يعني انت الرسم البياني ده يسد معاك طول ما الجسم بيهتز اهو قادر كده ميدي ايه دي وعمل كده اهو يالا سيد كم ممم واحدة صح؟ اه اثنين ايوة ثلاثة يبقى اذن الرسمة ده ايه؟ ينجح في تفسير ورسم ها العلاقة بين الازاحة والزمن لجسم ماله يكرر حركته تمام؟ ممتاز ايه لك بقى اني فيه رسمة تانية غير دي اه قالك بص كده ممكن امثل حركته على هيئة الدائرة الجسم بدأ منين؟ مثلا من البي راح لمين؟ اه للسي من السي وصل لمين؟ ممم للايه؟ خلي بالك من البي للسي من السي رجع مرة تانية للبي البي ايه؟ طب من البي راح لمين؟ للايه؟ من الايه؟ من الايه رجع للبي؟ مثلا كده الحركة دي مع الرسمة ايه؟ لي بأيثر من البي للسي اه دي ساعة رجع من السي للبي ادي كمان ساعة من البالالاي؟ ايه؟ ادي كمان ساعة من الايه للبي ادي كمان ساعة فعشان كده الاربع ساعات كلهم على بعض اللي هي مين الكاملة بتمثل زوايا تلتمية وستين يبقى كل ساعة بتمثل عندك زاوية مخدرها كام تسعين درج تمام ودي هتجلنا في حاجة اسمها الطور كمان شوية يوم ملي يبقى كل ساعة يلا بقى فجيبك الساعة قلنا الساعة بتعمل زاوية تسعين طب زمن اللفة الكاملة تلتمية وكام وستين ممتاز أخش على تقريبا آخر حاجة موجودة في الفصل ده اللي هي بقى بيناقش مين ما هو طقت الحركة طقت الوضع فبسرعة كده من قولة سنة وانت خدت ايه طقت الحركة بتسوي مين نص م بي سكويرت نص م بي تربيع الفيديو يا السرعة فطقت الحركة المعتمدة لمنها السرعة طب طقت الوضع م جي اتش مين الاتش بآخر دي الهاية الارتفاع يبقى طقت الوضع معتمد على مين الارتفاع قولة سنة ويبقى مجموعة طاقة طاية الوضع والحركة كان اسمها ايه اتخل ميكانيكاية طب بقولك ايه ما تاخده دول كده عالسريع عالبندول يلا كده ايه البندول اهو يا عم يلا يا سين لما كان ثابت في الموضع ايه الاتزام ده تمام كده كانت سرعته بكام في الاول كانت سفر خبطنا الجسم اتحرك الناحية دي هسمي دي بي كالعادة واسمي السي دي كالعادة هو الجسم موطرع لفوق كده سرعته بتقيل بتقل مش فيه جاذبية يبقى الجسم اصناها حركته من البي للسي سرعته بتقل بتبدأ سرعته ايه انتخبطت من البي فعملت ايه دوته طاقة فسرعته كبيرة فعندي البي سرعته كبيرة يبقى هنا كده روح كاتب كده يبقى البي هنا معلش بالانجليز كده ماكس يعني هنا السرعة مين السرعة قيمة اظم الجسم اصناها حركته من البي للسي طول ماهو طلع سرعة بتقισ ايه بتقل بتقل بتقل거든요 عند السي سرعته سفراء هيبدأ ينزل هو نزل من السي للبي الجسم ي touching سرع 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 علشان كده هو نزل من السي للبي طيب اصناها بيسرع فسرعته وهو بيعدي بالبي قيمة اظم طيب خد الناحية التانية هيروح لمين للإيه هو طال سرعته بتإيه بتقل 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 يبقى سرعته عند الإيه سفر يبقى هنا الجسم المهتز أثناء حركته تكون سرعته قيمة عزمة فين أثناء مروره إيه نفذ التزال هاي يا ضيب تب سفر فين تختفي تماما عند الموضعين إيه وصي هيروح بقى ساكي بقى كما في السرعة يبقى لفتغط حركة لا يبقى تختل حركة عند الموضعين دول بسفر تماما لكن تختل حركة قيمة عزمة فين عند موضع الاتزام حلوة ممتاز طبعا تختل هاي بقى ساكي بقى تختل وضع عكس تختل حركة خلاص تختل حركة بسفر فين عند الإيه وعند السي يبقى تختل وضع قيمة عزمة تختل حركة قيمة عزمة فين عند نقطة الاتزام صح هذا لقى يبقى تختل وضع على طول ايه سفر خليك زاكي المهم تخلي بالك كده موضوع الطاقات خالص بكتوقع تنسى قولها سانوي الطاقة الميكانيكية ايه لا تضغيك لان هي مجموع مين الوضع والحركة فالوضع لو بيقل الحركة بتزيد طب الحركة لو بتزيد الوضع بيقل على ان يظل مجموع عيهما قيمة سابتة مالية بيه ده ايه قانون بقاء الطاق تعال نشوف التطبيق ده ده تطبيق شامل على كل اللي احنا قلناه اصلا كل في شكل لازم امامك اذا كانت المسافة من موضع الاتزان ومحطة النقطة بخمسة سانطر تبقى يزم من الف دي بيه خمسة سانطر دي مين دي الساعة يبقى الساعة عندك عاملة كام عاملة خمسة سانطر طيب والزمن الكل اللي لازم لذلك هو كذا ده زمن الايه اه الساعة الواحدة يبقى زمن الساعة الواحدة اه اه يبقى الزمن الدوري كام اربع ساعات هضرب اربع فى الرقم ده يبقى اربع في زيرو بوينت هو كده ايه لو اتنم من مية هيدى كام هم ييدى تمانية من مية سانطر تالزمن الدوري جبت الزمن هتبقى طرهات مين هتتوقاموا اتردوا يساوي واحد على الزمن الايه الدوري شوف من غير ما ارى ما ارى هو عايز ايه حاجة هنا المسافة الكلية لعمل اهتزازة كاملة المسافة الكلية ازا كاملة الاهتزاز كاملة اربع ساعات تب الساعة عندك بخمسة سانطر يبقى المسافة الكلية كام اربعة في خمسة هيدى عشرين سانطر ده لما سألنا على مين المسافة الكلية لو سمحت ارجع ليه ولسنة في فرق بين المسافة والازاحة اه المسافة هي كمية قياسية يعني ايه مجموح حركاتك تق عملت انت خمسة سانطر كده خمسة سانطر كده خمسة سانطر كده خمسة سانطر كده كلهم عشرين وما للازاحة لا انت عكس تجاهتي بقى интерес من الالف من المين ؟ سالب خمس طب من الجيم للآلف موجب 5 آه ما إفترضت بقى ان اتجاه الحركة من الآلف للب كأنه موجب يبقى إذاً ده اتجاه الموجب اللي عكس تجاه سالب يبقى من الآلف للبيه 5 سنطر من البي للآلف آه سالب 5 من الآلف للجيم سالب 5 طب من الجيم للآلف موجب 5 اجمع يدي سفر يبقى عندما يبدأ الجسم من نقطة معينة ويعود الى نفس النقطة مرة تانية خلاص فالطول تلقاء الجسم ده بيعمل ايه الجسم ده على طول بيكون مجنوع ازاحاته سفر تم مسافاته اه عبي وديله اجمع اربعة في خمسة بكام ده عشرين طب ايه الازاحة لا 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 اللو راح في اتجاه موجب لو راجع سالب يبين عندك الايه المسافة الكلية تعمل عشرين سنطي اللي ازاحة كلية اكد تعمل سفر زيرو الزمن الدوري الزمن الدوري هو زمن أربعة ساعات يقولنا أربعة في زمن هنا او زمن الحركة من ألف لبي hade في الساعة الواحدة أه باتنين من مية يبقى أربعة في اتنين من مية طلعت بكام طلعت باتنين من مية خلاص يعني يبقى الزمن الدوري كام تمنا من مية سانية اهو يبقى التردد واحد على الزمن الدوري واحد على تمنين الني أو خلصت المسافة من ألف وحتى باء تمثل ألف لبي وانت مغمض ساعات اتزازة السرعة عند ألف موضع الاتزان قيمة عظمة السرعة عند باء خلصت باء السرعة عند بيت تبقى ايه سفر طاقة الحركة عند باء ارجع مو سرعتك عند البيه السرعة بسفر طاقة الحركة بسفر يبقى عند البيه طاقة الحركة بكام بسفر طب عند ألف طاقة الحركة ايه عظمة طاقة الوضع عند ألف اعكس مو عند الألف السرعة عظمة يبقى طاقة الحركة عظمة بتقط الوضع تمام؟ طاقة الوضع انت عرف تاقت الوضع عكس مين؟ عكس التقليح الحركة فerteانا طاقة الوضع عندا ألف تكون بسفر ليه؟ لان هنا عند الآلف سرعته كانت ايه؟ قد قيمة عزمة وبالتالي كانت إزاحته كانت بسفر طبع عند البيه؟ لا طاقة الحركة كانت سفر يبقى طاقة الوضع كانت قيمة عزمة وبكده أنت لميت الدرس الأول كل اللي هو الحركة الاهتزازية وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا وإن شاء الله أشوفكم معايا في حلقة الجديدة